في وجه العصفة الأمريكية هذا حلو إيران وميليشياتها في المنطقة وخصوصا بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع قانون تفرض بموجبه واشنطن عقوبات على حلفاء إيران في العراق وفي مقدمتهم ميليشيات حزب الله وميليشي العصائب ويمهد مشروع القانون الجديد الطريق لفرض عقوبات على العديد من قادة هذه الميليشيات وعلى رأسهم قيس الخزعلي الذي يتزاعم ميليشي العصائب وأكرم الكعبي زعيم ميليشيا النجباء وقادة آخرين من ميليشيا حزب الله الذي يخضع بالأصل لعقوبات أمريكية هذا القانون يأتي بالتزامن مع حزمة العقوبات الثانية التي فرضتها واشنطن على طهران وبدأ بالفعل يظهر تأثيرها على العراق الذي تعتبره إيران رئة لها الأمر الذي حدم ميليشيات الحجد للمسارعة للتهديد بكسر الحصار عن طهران في حين اكتفى الموقف الرسمي بالمواربة بين القبول الأقرب للرفض حيث اشترطت أمريكا على بغداد نزع سلاح ميليشيا الحجد مقابل الحصول على استثناءات للعقوبات حيث يقول واقع الحال إنه من الصعب جدا على الحكومة ببغداد أن تقوم بها وبالتالي هو لا يعد كونه حالة من الضغط عليها لكن ماذا عن طهران هل يمكنها القبول بهذا العرض والاستغناء عن جدار الصد ضد السياسة الأمريكية في المنطقة سؤال يبدو أن الصعب الإجابة عليه بالنسبة لطهران لكن ملامح اللين الإيرانية تؤكد أن تقدم عليه على مضض وسط الكشف عن وساطات روسية تضمن خروج إيران من سوريا مقابل تخفيف أو رفض العقوبات ويبقى السؤال الأهم في العقوبات الأمريكية هو مدى نجاعتها في لجم نفوذ إيران وميليشياتها في المنطقة والذي يظهر قبلا فشلها في إحداث أي فرق باستغنائها عن الحل العسكري رغم تحقيقها مكاسب اقتصادية كبيرة لكن على المستوى البعيد فإن أمريكا ستخسر كثيرا وخصوصا في العراق ولن يتغير الواقع بالمنطقة التي قدمتها إيران تدريجيا بموافقة أوروبا وبمباركة قادة البيت الأبيض أنفسهم شكرا للمشاهدة